اشتركوا في القناة في محظورات هيتم بعد كده اخذها في الاعتبار وتصبح خط احمر عشان الناس ما تتعداش على نهر النيل او تهدر الموارد فضلا عن تنظيم كتير من الامور اللي كنا دايما بيحصل عليها مشاكل او بنسمع عليها مشكلات خاصة في كل ما يتعلق بنهر النيل من الثروة السمكية وكيفية الاستياد من طرح النهر والاراضي والمنشؤات الموجودة عليه من اساليب كمان الري وغيرها وكل ايضا المسطحات المائية المصرية النهرية او المتفرع منها فاحنا قدام تغير شامل وكبير هيحدث للحفاظ على الثروة المائية عشان كده عادينا نبدأ لحضراتكم فكرة عن ده ونشوف مسئولياتنا ايه وإيه اللي هنستفيد منه من هذا القانون الجديد وخليني بقى في هذا الاطار ارحب بالدكتور يوسري خفاجي رئيس الادارة المركزية لقطاع التدريب بوزارة الرأي اهلا محركة يا فندم نوارد اهلا بيك يا وزارة الرأي اهلا بسامة المشاهدين عبدأ مع حضرتك احنا ليه كنا محتاجين لقانون جديد لحماية الثروة المائية او مصادر ثروتنا المائية طيب هو عموما يعني هو فيه قانون حالي ساري بيتم تطبيقه اسمه القانون رقم 12 لسنة 84 بشأن الري والصرف هذا القانون صدر سنة 84 بنتكلم في اكثر من 37 عام كان بمحددات عام 84 ايام ما كان التعداد السكاني قليل ايام ما كانت نقدر نقول الموارد المائية متاحة وبتكفي بشكل ما كان القانون موجود في بعض المواد التي تسببت في تشابك ما بين الجهات تشابك ما بين الاختصاصات في الاقتصاصات ما بين الجهات المختلفة وده ادى في العديد من الاحيان الى شيوع المسئولية وما تقدرش تمسك الموضوع فيه فين الخطأ وخلافه الحاجة التانية في ظل بقى الزيادة السكانية المطاردة وفي ظل الاحتياجات من الغذاء الاحتياجات من تنمية عمرانية انت محتاج تنظم وبالتالي زيادة الطلب على المياه التي توفي هذا الاحتياجات انت محتاج تضع تشريعات بمعطيات الوقت الحالي بحيث انها تضمن لمؤدل خطبة اللي هي وزارة الموارد المائية والرأي بكافة قطاعات او اجهزتها منتشرة في ربوع الجمهورية تدير خمسة وخمسين الف كيلو متر من شبكة الترع والمصارف شرايين زي شرايين اللي بتغذي خمسة وخمسين الف كيلو متر طولي بالاضافة طبعا لنهر النيل وثمانية واربعين الف منشأة اكثر من ثمانية واربعين الف منشأة ما بين اناطر ما بين سدوء دعاقة جديدة كباري كباري صحرات بدلات محطات رفع وخلافه هذا الكلام محتاج من كل واحد سواء كان بيدير المنظومة في وزارة مورد المياه وراي او مستخدمين المياه او المواطن العادي اللي هو بتجيله المياه في صورة مختلفة في صورة ملابس الملابس دي فيها مياه الطعام كل مناح الحياة طب يعني هل هيكون دي فيها القانون الجديد فيما يتعلق بالحياة الشخصية بتعتيك او حياتك كأسرة انا اقول حضرتك هيحط علي بعض مثلا القيود المعينة للصالح العام بالضبط بالضبط خلينا نقول تاني استراتيجية الدولة المصرية من خلال جزيتها معناها وزارة مورد المياه وراي انا انا بكلمك افراد او انا اقول لها حضرتك او حسيم في محاور وضعيتها الاستراتيجية محاور خطة عشرين سبعتاشر عشر سبعة وتلاتين المحاور دي يعني فيه تنمية تنمية الموارد المائية والترشيد بتاع استخدامات الموارد تحسين نوعية المياه تهيئة البيئة الملأمة تهيئة البيئة الملأمة من خلال التوعية للافراد اللي هادك بتتكلم عنهم ان انا اقول له ما يهدرش المياه من خلال الاستخدامات المنزلية العادية لو عنده سيارة مايرشش مياه مايرش مايخسلش مياه ويهدر المياه في هذا الكلام هذا الكلام تم وضع في القانون بشكل منضبط تم وضع في القانون بشكل منضبط بحيث يعرف ايه الحق اللي ليك و ايه الواجب اللي عليك بجاه المياه انا عايز ابدأ فيه سلسلة من المحظورات لو حركت ادينا فكرة ايبة عن المحظورات في القانون الجديد تمام المحظورات لو جينا نتكلم على الشريان الرئيسي الذي يمد مصر بـ 97% من المارد وهو نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود واصبح لزاما علينا جميعا ان احنا نحافظ على نهر النيل بكافة الطرق وبناء عليه المياه اللي مشي في نهر النيل يرحل كافة الاستخدامات لا يجب ان تلوث يبقى تلويس المياه ده محظور رئيس تلويس مياه النيل من افراد او مؤسسات او شركات من افراد او مؤسسات او شركات والانماط دي زي مثلا الافراص السمكية اللي في نهر النيل دي بتلوث وبتلوث مياه عزبة مياه ريحة للشرب تلوثت وبالتالي هي ضاعت مني على اساس على استثمار ممكن فبالعز مؤسسات اقتصادية برده بالضبط كده هذا الكلام بقى عليه عقوبة عقوبة دي العقوبة دي قد تصل للحبس لان انا بتكلم على مقدر من مقدرات الشعب المصري كله وبالتالي يجب ان نحافظ عليها لما ضح حد راضع وعقوبة مغلزة ما كانش في عقوبة عليها سابقا في قانون 12 لأ العقوبة بتتكلم عن هذا الكلام الحاجة التانية الموضوع بتاع اللي هو استخدام المياه في زراعة شارعها يعني انا مثلا بيفترض ان انا بتقوم وزارة بالضبط وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية والرأي السيد وزير الموارد المائية والرأي مع وزير الزراعة بالتنسيق بين الوزارتين بيتم تحديد المساحات المقرر زراعة الأرز فيها في مناطق محددة بمساحات محددة التجاوز في هذه المساحات يتم يعني ليك ان تتخيل ان الفدان الأرز قد يصل الى من 5 تلاف ل 8 تلاف 8 تلاف متر مكعب فبالتالي ما هو محسوب في القرار الوزاري محسوب على قد مقننات وعلى قد مقدرات مائية رايحة للقطاعات المختلفة قطاع الزراعة في الرز كذا رايحة لقطاع نقل النهلي قطاع القهرباء وكذا في نقطة متعلقة كمان بوسائل الرأي واحنا ندخلين على سر وهو في ثورة في تعديل أنظمة الرأي فده برضو هيتماشى معها ازاي برضو النقطة؟ بالضبط هو في حضرتك في الباب الخامس في الباب التالت في الباب التالت من قانون لو شوفنا هتلاقي حضرتك ان في حضرتك طرق الرأي في الأراضي الجديدة حضرت عديل نظم الرأي المطوّر أو تشغيل تولمباط على المساق المطوّر هو في مادة في القانون وضعات بتقول سيد الوكيل الدام للوزارة بالتنصيق مع الجهات الأخرى بوزارة الزراع بيتم وضع بيتم وضع يمكن ده مخطط يعني خليني نقول لحضرتك يعني كده نبزة عامة عن القانون القانون جي في عشر أبواب العشر أبواب حضرتك دولة مقصمين إلى فصول تحت هذه الأبواب جي في 131 مادة بالإطفال لمواد الإصدار خلينا إيه الجديد في القانون كمان يا أساس وسام القانون وضع باب خاص للمياه الجوفية لأن المياه الجوفية يعني تعتبر مياه نفيسة ولأجيال المصاد مخزون استراتيجي أنا قريت أنه معدل السحب كمان هيبقى مش صدح مداح كده لأ طبعاً هيتركب ما هو دي بقى التكنولوجي هنا هتيجي أن أنا هيتم تركيب أنظمة إدارة إدارة المياه الجوفية بحيث أنها بتحسب عدد ساعات التشغيل وهيبقى فيها طاقة نظيفة الطاقة الشمسية وهذا الكلام بحيث أنه هيتركب عددات عددات بكميات المياه المقرر صحبها يومي لخدمة الزراعات وبالتالي أنا بدير هذا المخزون النفيس بشكل يقدر يتيح لي أن أنا أستديمه يبقى إدارة مستدامة لهذا جميل الحاجة الثانية تلويس الخزان الجوفي هذه من المحذورات التي تعتبر قد تصل في المشرح حطها أن السلوك الذي نقول الإجرام أو شكل الجريمة التي تحصل بالتعدي على مصدر المياه الجوفية متدرج وهنا ده أقصى عقوبك هتصل عليه فيه عقوبات حبس وغرامة قد تصل لي مئات الألاف من الجنيهات بحيث أننا تبقى راضعة اللي عايز يخالف يعني إحنا القانون ليه أو تشريع تحط ليه تشريع تحط عشان يضبط العلاقة ما بينه مؤدي الخدمة أنا بأدي الخدمة لحضرتك وحضرتك بتتلقى هذه الخدمة فيه بيننا ضوابط تشريعية المحددات بتاعتها هي اللي بتخلينا نتساير مع بعض بحيث أن احنا نحافظ على العلاقة اللي ما بيننا في استخدام هذا الماء والبند ده جديد البند ده حضرتك كان في القانون الأديم كان المية الجوفية كان لها مادتين اتنين بالعدد في القانون هنا فرضنا لها 14 مادة بحيث تنظم استخدامات المية الجوفية سواء في المشروعات التنموية وفي حاجة تانية حضرتك يا صاح حسام اللي هي لو فيه شركات تنقيب بشكل خدمة يعني حضرتك شغل الأعمال الجيولوجيا وكده فيه تنقيب لو صدفوا معلومات وبيانات عن مية جوفية واخفاها عن الوزارة ده يعتبر جرم هيعرض نفسه للمسائلة وهيعرض نفسه لعقوبات مغلزة يعني مشددة جميل جدا فيه بقى جزئية وعنيتنا معاها سنوات طويلة سيول أو حاجة للسيول طب نبدأ بالسيول طبعا زمان وحلاك تفتكروا في أزمنا لاحق لما كان بيحصل السيول أو أمطار ويجي يقولك ده المواطنين بنيين بيوتهم في مخارات السيول ده مش عارف ايه كان بيعوق المخر فنلاقي الأزمة كبرت صحا كده تمام عملتوا ايه بقى في موضوع السيول موضوع السيول موضوع السيول مصر هدك حسن بيه كان هذا الأمر احنا عندنا في مخارات سيول صناعية أنشايتها وزارة الموارد المياه والرأي من أول سعيد مصر وانت جاي لحاد بداية محافظة الجيزة كده وسبعتاشر مخار السيول صناعي بيأستقبلوا المياه ويلقوها في نهر النيل على أساس أنها يتم الاستفادة بيها ومشت في مجاري مائية مظبوطة بنجد أن بيروح جاي المواطن بيعترض هذا السيول بيبني فيه بيعمل أي نشاط أي حاجة يقطعوا بطريق من هذا الكلام هذا الكلام المجرى مش مخصص لكده لأي نشاط من هذه الأنشطة طيب في الأودية فوق المواطنين بتبني فوق بتبني بيت في حتة في ركن وادي في جبل كلام من هذا القبيل في القانون هنا تم تحديد المسئوليات لأن وزارة الرأي بالخمسة وخمسين ألف كيلو والخمسين ألف منشة اللي عندها وتوصيل المياه بالكم والكيف لمستحقين لا تستطيع بمفردها لابد أن تتضافر جهود الجميع فقلنا اتحددت أن الفيلوديان الطبيعية والمخراط الطبيعية دي ولاية جهتها المحافظات المسئولة عنها مسئولية بالتنصيق مع الوزارة الوزارة هتعمل منشآت حماية هتعمل سدود إعاقة هتعمل هذا الكلام وتحدد حددنا في القانون برضو هنا إيه هي منشآت الحماية وإيه هي المنطقة المحزورة التي لا يجب التعدي عليها لمنشآت الحماية عشان ما تعرضش لنفسك لقطر حاجات كثيرة وكثيرة القانون تضمنها بس ده حلو ده لأنه كمان أحيان بيبقى إعاقة البصارف أو المجاري أو الترع أحيان بيكون مقصودة أو البعض بيقع فيها عن طريق الإهمال أو التسيب أو كده فده برضو هيحطك تحت بسؤولية هو دوت من خلال المرور الدوري الرجال الرأي في كافة الربوع الجمهورية على المجاري المائية بيبتدوا يتعاملوا مع هذا الكلام ويرصدوا المخالفات والتعديات برضو تاني اللي خلانا نقول إن إحنا نحط مواد ومواد فيها تحذيرات وتجديدات تشريعية كبيرة جدا استشراء التعديات على المجاري المائية على نهر نيل وعلى كافة الربوع بيسمى طرح النهر بقى وغيره ده بالظبط شفنا عمليات كتيرة لإزالة التعديات لك بترجع بشكل أو بآخر هتعملوا إيه بقى؟ أنا هقول لحضرتك حاجة يعني خلينا خلينا نقول أو حتى البناء على النهر يعني راح بيشوف أبنية ممكن تكون مرخصة لكن بناء بلوش موقع من الإعراب على نهر النيل وده حصل في مماكن كتير أنا مع حضرتك يعني أنا مع حضرتك هو القصة برضو تاني اللي تسبب في هذا الكلام إن كانت شيوع بقول لحضرتك المسؤولية بمعنى تشابك في الاختصاصات ما بين بعض أجهزة الدولة من وزارات أخرى مع وزارة المائية والري أجهزة لها ولاية على أراضي طرح النهر وإحنا بقانون 12 قال لك كل ما هو داخل حدي حرم النهر أنت بتحرر له مخالفات في حالة مخالفته للتشريعات اللي هي في قانون 12 تفاجأ إن الجهة الأخرى يعني في وزارة الزراعة بتتعامل على هذه الأراضي بشكل ما ما بيكونش عندنا إحنا الإختار إتعاملت كذا هتفصلوا بقى الاشتباكات دي ما هو كده بالضبط كده فضل الشباب من أهداف وفلسفة هذا المشروع القانون فضل اشتباكات هل هتغلز العقوبة على من يعني يلجأ إلى البناء على طرح النهر أو البناء على نهر النيل بدون ترخيص أو حتى بمخالفة الشروط اللي أنت وضعتها برضو هيبقى فيه شروط بيئية هيبقى فيه شروط برضو الباب السادس اللي هو في حماية مجرى نهر النيل وجسوره تحط حوالي 14 مادة حذر 14 مادة حذر مواد الحذر ديت من ضمنها حذرتك اللي هو التعدي على نهر النيل بالبناء في حرم نهر النيل في المنطقة المحذورة في منطقة محذورة لنهر النيل بتابع 30 متر حذرتك من خط التهزيب وفي منطقة مقايدة بعدها تاني 50 متر من البرين اللي هيشتغل وهيبني في هذه المناطق ده بيعرض نفسه لعقوبات مغلزة قد تصل إلى الحبس طالما مش بدون ترخيص طب هتقولي طب منطقة هتدي ترخيص طيب لا الترخيص هنا في هذه المناطق لأعمال النفع العام يمكن انت حضرك شايف تطوير وجهات نهر النيل بتعمل فيها من المشروعات اللي هي بتطور مجرى النهر وبتدي متنفس للمواطنين ان هو يقدر يخرج يستمتع بالنيل زي ما الدستور يعني يعني نقول زكرة فيه ان من حق المواطن المصري يتمتع بنهر النيل وان تلقى المياه والحاجات دي كلها وانا شايف ان القانون الحقيقة ممتع ومفصل واي حد يستطيع انه يطلع عليه بسهولة وده حقك انك تطلع عليه وكمان مسؤوليتك انك تطلع عليه لانه دي مسؤوليتنا كله نهر النيل بس السؤال الاخير يعني برضو مواطن بيسأل طب ده ممكن انا سهل ارصد الشركات ومعليش في دقيقة لان الوقت خلاص لا لا على طول انا ممكن ارصد الشركات المؤسسات رجال اعمال كانات لكن انا كشخص او كفرد مثلا وقد يكون ده عن جهل او بتاع انا مثلا الشخص كل يوم مثلتلي جموه سرمتها في صنار النيل او انا كل يوم او بيتي على قريب بتاع فبارمي كل يوم يعني قصدي دي بقى الحاجات الفردية دي اللي هي بالمحصلة بتبقى مشكلة صعب ضبطها او انا يعني لا هنعملها ازاي دي لا انا اقول لحضراتك في ظل المليارات اللي بتصرف على يمكن يمكن احدا كعرف مشروع المشروع قومي لتبطين الترع والمليارات اللي هي تصرف عليها لا في جهاز المتابعة اليومية والدورية في روابط مستخدم المياه معلش يعني انا دي كده الباب الرابع من القانون ده بيقنن وضع روابط مستخدم المياه كل المستخدمي مستخدم المياه على الترع والمسأة وعلى كل مستوى من مستويات توصيل المياه هؤلاء بيكونوا ربطة هم كلهم مسئولين مسئولية تضامنية انه يمنع مثل هذه الانماط يبتالي فينا مسئولية مجتمعية في برامج توعية الوزارة بتعملها على اساس ان انا احد من هذا الممط بالاضافة الى اللي جاني الدورية من هندسات الري ومهندسين الري والمشرفين والتوجيه المائي والاعلامي في الوزارة بيرفع الوعي بهذا الامر ومن سيتم رصده سيتم رصده بالمخالفة بالتأكيد هيتم هيتعرض لمواد العقوبات اللي في القانون اللي قالها زي ما قلت الحاج فيها غرامات غرامات بعشرات الالاف من الجنيهات بالاضافة الى في بعض الاحيان في حضرتك اللي هي عقوبة بنسميها تصل لدرجة الجناية انه اهضر مية انه لوس مية انه اضرب بهذا المورد في ظل محدوديته وبالتالي يبقى معرض للحبس نحن عمام قادون بيضع الجميع عمام مسئولياته تماما كدولة وكأفراد وبالتالي في نهاية المطاف ممكن يعملين نقلة نوعية الحقيقة في حفاظ على مصادر ثروتنا المائية لو تم ترجمة فعلا البنود دي لقوانين حاسمة وصارمة زي ما حدرتك بتقولي وده اللي بتمنىها حقيقة ان شاء الله بإذن الله يعني هو بس القانون ان شاء الله يتناقش في مجلس بإذن الله يعني ان شاء الله وربناك اعتقد ان هو هيعدل ان الحقيقة مواد مبهرة انا بشكرك شكرا جزيلا لدكتور نورتنا ومعايش قطلنا عليك وسهرناك دكتور يوسي خفاجة رئيس الإدارة المركزية لقطاع التدريب بوزارة الري متحدثا عن قانون موارد المائية الجديد وكده يكون وصلنا وحضرتكم لآخر حلقتنا نهارد معايش صهرناك وتعبناك بكرا ان شاء الله هنشوفكم على الف خير وسحة وسلامة مع زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم والتساعدة ان شاء الله اشتركوا في القناة